لا يعقلون والرجس وهو كل عمل قبيح ولا يعقلون إلي يتدبرون أو يتفكرون وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم قطاعا الله يرحم والديك والله يجعل منك صوت إن شاء الله لمحمد وعلي شكرا لنا الله يحفظك مولانا رحمة تركيا تفضل من تركيا أخونا من تركيا السلام عليكم حاج وعيد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والسلام على جميع المشاركين معك في البرنامج عندي استفسار بسيط حاج وعيد بسؤالي للثالث نوال الميسم رسالة أبو كريم إذا بيجعبون عليه أنا سني من فلسطين ولكن أبحث عن الحقيقة صوت واضح حاج وعيد واضح جدا نعم في آية قرآنية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الروم آية 47 على ما أعتقد وكان حقا علينا نصر المؤمنين بتفسير آية قريمة لدى المذهبين الشيائي والسني تفسير الطبطبائي يلتقي كثيرا مع تفسير ابن كثير وغيره القرطبي أن غرض الصورة وغرض الآية هو الوعد القطعي من الله عز وجل بنصر دين ونصر المؤمنين هذا ما قاله الشيخ آية الطبطبائي وفي أيضا تفسير أهل السنة في نفس لنفس الآية أيضا كان هو أنه هناك وعد رباني بنصر المؤمنين مهما كانت الأسباب وأن هذا واجب أوجب الله عز وجل على نفسه وجعله من جملة الحقوق المتعينة عليه ووعدهم بوقوعه عاجلا أم آجلا سؤالي حج والأساتذة الكرام إذا كان وعد الله الذي أوجبه على نفسه بنصر المؤمنين كيف نصر الله عز وجل جيوش الخليفة الأول وجيوش الخليفة الثانية على أرض المملكتين تواجدته على وجه الكرة الأرضية مملكة فارس كسرة ومملكة الرومية البنزنطية ألم يتحقق الوعد الرباني في تلك الفتوحات بنصر يعني والسيرة التاريخية السيرة التاريخية للمعارك التي وقعت ما بين الجيوش المسلمين والجيوش أهل فارس والروم في كلها كانت تتفوق الجيوش الفارسية وجيوش الروم عددا وعدة على جيوش المسلمين ومع ذلك يعني وقع نصر الله عز وجل في بلد حكم الخليفة الأول والخليفة الثاني وأيضا من كان يقول تلك الجيوش أيضا أسماء لدى المذب الشيء عليهم تحفظات مثل خالد بن الوليد وسعاد النبي واقباص شكرا حز وجل أولا نصر المؤمنين هذا على مستوى التحقق على وجه الأرض وتكون على يد الإمام المادي عليه السلام وإلا لو كانت هذه على أحد الغزوات أو أحد الناس فمثلا الله يقول وكان الله تبارك وتعالى لما يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين زيب ليش الله يقول كان حقا علينا نصر المؤمنين وهو موجموا في أحد إذن الله لم يصدق في هذا الكلام يعني لو أن الآية حسب ما تتفضل أنه طبعا سأتي للجواب على الجيوش اللي قادوها أبو بكر وعمر إلى آخر فلو أن إنسانا يريد أن يطعن بالقرآن الكريم يقول لك هذا قرآنكم تشذاب ليش أنت تقولون وكان حقا علينا نصر المؤمنين تفضل هذه الناس إذن الله تشذب عليكم إذن ما في مصداق لهذه الآية هذه واحدة اثنيا هناك غزوات انتصر فيها المسلمون مثلا مثلا الله تبارك وتعالى عندما قال غلبت الروم ومن بعد غلبهم سيغلبون فأيضا فإنشلون وين الغلب الله ينصرهم وهم قد غلبوا الثلاثة إن إحنا تقول انتصرنا على الروم وعلى ما أدري منه زين وكان حقا علينا نصر المؤمنين الآن انتصرنا على الروم ليش لأن الله يعني رجعوا الروم الآن أخذوا أخذوا دولتهم أخذوا إسبانيا أخذوا شلون يعني يعني إحنا انتصرنا الله نصرنا بعدين رجعوا هم من تصروا علينا وعلى الله نين فيه واحد فالآية لا تطبق هكذا أخونا الكريم أنا دائما أقول في برنامجنا أخونا الكريم فكك العبارات شوف البعد التفسيري وين يريد يروح هذا وكان حقا علينا بعد آني هل هو بعد زمني هل هو بعد جغرافي أرضي هل تحقق لم يتحقق ممكن أن يكون مرتبط بأمر معين يعني أنت كان حقا علينا مثلا نصر المؤمنين شنو الإيمان هل هو الإيمان لمجرد أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله طيب ليش النبي يقول أن النصر يتحقق بالرجل الفاجر إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر فشلون حقا علينا نصر المؤمنين وحقا علينا نصر الفجار لأن الدين ينتصر بالفاجر إذن المنظومة في هذا البرنامج المنظومة التفسيرية يجب أن تكون منظومة متكاملة هذا الكلام النصر العام النبي قال سيتحقق سيملؤها ولدي ابن بنتي فاطمة سيملؤها قصدا وعدلة ذلك الزمن خلص لكل النصر يتحقق وهذا عدكم وعدنا غاية ما بالأمر إنه المادي عليه السلام عدكم مثلا ما ولد أو سيولد لكن النتيجة أن النصر سيتحقق أي للإمام المهدي المؤمنين لأنه النبي قال ستملأ قصدا وعدلة بعد أن تمتلئ ظلما وجورا هناك النصر يتحقق والله تبارك وتعالى يبسط العدل الإلهي في ذلك الوقت إذا المشايح وإخوان عدو مشيت فضل سيد مداخل أو سيطال الآن أخونا العزيز لو طرحنا هذا السؤال وكان حقا علينا نصر المؤمنين هل نفهم من هذه الآية حينما نريد أن نطبق هذه الآية ونأتي نقول إن كل من انتصر فهو مؤمن هل هذا صحيح تسمعنا أخونا العزيز هل يمكن القول بهذا هل كل من انتصر إذا أردنا أن نعرف مضمون الآية ماذا تريد الآية هل نقول معنا الآية إن كل من انتصر فهو مؤمن هل نقدر نقول هذا الكلام وبالتالي تكون الآية دليلا على إيمان أبو بكر ودليلا على إيمان عمر ودليلا على إيمان عثمان وخالد بن يوليد هؤلاء لأن كل من انتصر فهو مؤمن إذن هؤلاء مؤمنين هكذا نفهم والله سيد ميثم هي المشكلة يعني أنا استمعت كلام الحج وعد واستمعت لك المشكلة إنه في السيرة التاريخية أنه النصر اللي تم تحقيقه لا يمكن أن يقبل العقل البشري إلا بوجود دافع إلهي بمعنى أنه عندما يكون الجيش المقابلك يتفوق عليك عدة وعداء وهو عدة وعددا وبأرقام كبيرة ومن غير المنطقة إنك أنت تهز تهزم هذا الجيش ومن ثم تهزمه وتنتصر عليه وتهزمه شر هزيمة معناها هناك تأييد إلائي ولذلك أنا عندي واحدة في فهم الواقع الآية هذا لا ينطبق على من قاتله في اليرموك لا ينطبق على من قاتله في القادسية على هذا يعني إذا كان الخليفة الأول والخليفة الثاني وقادة جيوش المسلمين في آنه ليسوا مؤمنين بالمفهوم الإيمان الإسلامي طبعا إحنا في أوروبا هنا في كثير من الشرفاء وبالذات في إيرلندا وقفوا وقفة والله العظيم موقف مشرف ما في واحد عاقل يقول لك أن هؤلاء يعني أناس ظلمة بل مظلومون وقع عليهم الظلم وهم على الحق طب ليش الآن يفعل بهم هكذا ولا ينصرون هل العلم الله تبارك وتعالى هذول الأشلاء اللي تنثر على الشوارع اللي مستشفى ما عندهم غاز ومرضى ويفلشوها على المرضى اللي يأتون لهؤلاء الأطفال الأبرياء أمام منظر الفضائيات ومنظر العالم هل نقول يأتي إنسان ويقول ليش حقا على الله أن ينصر ذوله إذن يجب أن تقول أنه هناك آليات معينة للنصر أن لو استقاموا لأسقيناهم إذا تصبحوا لي ما أن غدق أنهم لو أنهم استقاموا لسقاهم الله تبارك وتعالى أما وأنك تقول أن الذين جاهدوا بالنصر للربان نحن ما نقول رضوان الله تعالى على الصحابة المخلصين اللي يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى لكن هذا الفعل ينسب للمؤمنين الذين هاجروا وجاهدوا وقاتلوا ولا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتن زين وهاجر وجاهد فذولا نحن معهم لكن الملازمة اللي ذكرها السيد الله يحفظه أنه هل كل من ينتصر يعني أن الله تبارك وتعالى معه لأن النصر يساوي الله وأن الله يساوي النصر هذا الكلام صح ولكنه لا يكون بهذه الآلية وإلا المخذول ليكون يا الشيطان المسلمون خذلوا في يوم واحد فهل كانوا مع الله ولا مع الشيطان حجة عدنا مثال الحجاج بن يوسف الثقافي يعني هذا الرجل ما مر به كاتب إلا مزقه لفصقه لظلمه لطغيانه لتجبره كم معركة انتصر فيها الحجاج بن يوسف الثقافي ما عرفت له هزيمة في معركة الحجاج يعني الآن نقول الحجاج بن يوسف الثقافي لعنة الله عليه هذا الرجل التاسق نقول عنه انه هذا الرجل مؤمن داخل قاعدة ما تكون بهذا الاتراطق ما تكون الذي يكون مؤمن فإن الله ينصره ينصره اما ماديا ومعنويا واما ان ينصره بنصرة المنهج الذي كان ينصره كقوله توارك وتعالى انا لننصر رسلنا كثير من الرسل لم ينتصروا لم ينتصروا فالله تبارك وتعالى ينصر هذا المنهج الآن الإمام الحسين عليه السلام حينما خرج ماذا قال قال من لحق من استشهد ومن تخلف عنه لم يدرك الفاتح أي فاتح هذا يقول لي جويانا يستشهد واللي يتخلف عنه ما يدرك الفاتح طيب هل انتصر الحسين عليه السلام أم انتصر يزيد الخمير السكير بإجماع الأمة هذا الرجل الخمير الناصبي الجلف هل هذا مؤمن لا ليس مؤمن من انتصر الذي انتصر المنهج الآن من هو المنتصر من هو الموجود على الساحة هل هو منهج الحسين أم هو منهج يزيد فهذا الانتصار الحقيقي ياخي العزيز من الآن الذي يذكر من الذي يدخل الناس بسببه إلى التشيع سيد ذكرتني بنقطة الآن بالحرب في قياسات الحرب أن يزيد بن معاوي أخونا من فلسطين انتصر على الحسين عندهم وبدوا يقرعون الطبول وأخذوا سباي فإذن الله كان حقا على الله نصر يزيد بن معاوي على الحسين عليه السلام تقبل أعوذ بالله أعوذ بالله والله العظيم الإنسان مبين من لحن القول أنا أدري كلامك كله وأنت فوق راسي أنا أعرف أعطي آية في دعا أنا أخاطب الناس من خلالك أنا أعرف وأخونا ترى عفونا أبو كريم اليوم كنت أسمع ملف صوتي في إحدى الأخوات كبيرات السن من فلسطين سنية يشهد الله عليه ويعلم فبدأت بنتي ومولودة هنا مولودة هنا وأنا أتكلمك بكل صراحة ما متكلم لها كثيرا عن فلسطين أبد لكن والله العظيم أنا مو مبالغة ممكن واقفة مع فلسطين أكثر من الفلسطينيين نفسهم وتبكي بدم وأنا ما معلمها شلون إجابة؟ شلون إجابة؟ أخونا فلسطين في دمنا أنا أبحث أنا أبحث عن الحقيقة أنا أبحث عن الحقيقة منذ بداية الحرف في القطار الغزة تعرف ليش؟ لأنه بعد بعد ما حدث ما حدث في قطاع غزة من جرائم وأنه ترى أنه أقوام مذهب شيعة آل البيت هم من يقفون مع فلسطين وهم من يبذلون الدم في جنوبه لبنان وفي العراق يعني أنا أعز علي الشهيد أبو باكر الساعدي عندما رأيت فيديو له بعد استشهاده صور كانت تم تسريبها يعني الرجال تم تقطيعه إلى قطعة أكبر قطعة فيه لا يتتوز حجمها طبعا يقطعوه وأي واحد يوقف ويا فلسطين يقطعوه هذا معروف لعد الحجي المهندس الحجي سليمان ليش؟ لأنه موقف أخونا الكريم شوف أكونصر بالكلمة هذا البرنامج مثلا ينصر الزراع عليه السلام بالكلمة لكن أكونصر بالدماء وأكونصر بأناس تناثرت لحمهم على نصرة فلسطين وأكون ناس ينادون إحنا منا علاقة بالناس اللي هذا من جماعة أبو بكر وعمر ومعرف أي شو وهذا لا هنا عدنا غيرة على أهلنا في فلسطين الحبيبة شاءه أم أبو السني يبقى مكانه وسط القلب السني لعدة المرجعية الشيعية مو إنسان ساذج السيدة السستان يلا يحفظه من قال السنة أنفسنا أخونا هاي كلها البثوث للتفرقة إحنا هنا ليش نقول هذا الكلام نقول هذا الكلام لأن هناك حقائق ما مسموعة يعني شوف الآن اليوم يجون على الإمام الحسن عليه السلام لأنه تزوج إمرأة وبعدين الإمرأة بعد أربع سنوات من زواجه تضع له السم يقول لك شلون معصوم يعني أنا تجي وحده تتزوج أقول لها لا أنا ما تزوجت ليش لأن بعد أربع سنوات راح تخلي لي السم الناس اللي المقابيل أبوها أمها عشرتها ماذا يقول لكن كله يريدون الحق من مكانة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هذه الحروب اللي تتفضل عليها اللي تتفضل تتكلم بيها الحروب أنا أسأل سؤال سؤال العقلاء يا ناس أنا صح شيعي لكن أنا رجل درست وتعبت على نفسي أسأل سؤال العقلاء في رجل حريب رجل مدافع اللي هو علي بن أبي طالب معروف يعني ساحات الوضع وفي رجل ما شهدت أنا ما أقول شيء آخر ما أشأل لي مثلا أبو بكر وعمر سؤالي سؤال ليش عندما أريد أن أفضل أنزل علي بن أبي طالب وصعد غيره وهذا محارب وشهدت له وهذا ما شهدت له بس هاي مدد تدخل دماغي اشقد أمور والله يا أبو كريم ولا هنون الأخوة هذا الأمر مقرقني اشقد في أمور لكن عندما تسألهم في كل حواراتي 35 عام ما شغلة أنا موقفتني غير هاي الشغلة عند السنة يا أخي على أرض الواقع هذا الرجل شجاع هذا الرجل أديب هذا الرجل كل شي عنده وذاك ما عندوش أي شي ليش أنزل هذا وأصعد هذا والله ما دافتهم والله ما تدخل عقلي مو لي أن أنا شيعي أريد واقع واقع يعني الآن الأخوة في فلسطين الآن شهد الأخ يقولك في ناس الساعد وفي ناس ما ساعد أنا حب اللي ساعدوا أهلي منطق منطق هذوله الروافض المعرف في شي سميهم سميهم ساعدوا أهلي حبيتهم مثل هاي المرأة والآن الأخ منطق ما يحتاج له لا أجيب لي دليل القرآني والدليل يعني دليل عقلي يعني ناس من إيرلندا ومن أندونوسيا ومن مدر هذا شي اسمه لأبو كريم الدولة الأوروبية اللي وقفت وقطعة العلاقة مثل الطردو السفير شي اسمه برازيل برازيله ومرازيله زينه وإحنا ابناء جلدتنا لك يا شرفاء اللحوم تتناثر على الشارع يجي واحد حتى من ذلك المخربطين لمخربطين يقول لك أي ذلك من جماعة ولاهم لأبي بكر وعمر أنا بس هذا أخوك هذا أخوك هذا لكن شلون تصل إلى قلوب الآخرين شلون توصل الكلمة هذا تعب إعلام ينظر ضدك كل شي ضدك حسبنا الله ونعم الوكيل نريد إحنا نصل إلى قلوب الناس بالكلمة الطيبة ما يصير إنه إنسان شوف هذا الأخ يقول من حرب غزة تبه يا شيعة يقول من حرب غزة بديت أبحث هو كان عنده عقل في حرب غزة والآن عنده عقل بس كل إنسان يحتاج إلى قدحة إلى معلومة في ناس ما تعرف مواصلة الحقيقة في ناس إعلام إعلام سوي غبش عليهم أنت تيجي أول ما تلزم المقابل وسب سب 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 هذا ما راح يستمع منك هذا الأخ اللي هو في فلسطين إذا أسب ما يستمع لي والقناعة اللي اقتنع بيها نتيجة الدماء تروح منا نتيجة أنا أسب فليش ما أوصل للكلمة وهذا حقيقة أنا قلت له ضربت له مثال على ابنتي والله ما علمته وهي تبكي بدون حب فلسطين انزرع في قلبها وتحكي انجليزي أصلا تحكي عربي بس مو كل شيء يعني وتحب فلسطين وتبكي على فلسطين وتدافع وتحاضر في مدرستها صغيرة على فلسطين وأنا والله العظيم ما معلمه ليش يعني في دمنا هؤلاء في دمائنا شئتم أما بيتهم ولا شنو أنا مخبل ذا بالفلوس وأولادنا ودمائنا ومعرفوا ليش ملايين نصرف على الصواريخ نذبها ليش لأن هم نحن ونحنهم ما يخالف نختلف بالعقيدة يا أخوان نختلف إنهم لكن يبقون أخواننا هذا الكلام مو تسويق إعلامي وليرضي يرضي وللما يرضي خليه يرضي هذا الكلام لأنهم فعلا في قلوبنا أنا معذرة أبو كريم قاطعتك بس أرضي الله في القلب لا بس إذا السيد عندما سأكوشم آية قرانية العالوية تفيد في قضية هذا أخونا أخونا في سورة الإسراء الله تعالى وعد بني إسرائيل أنت تعرف وعدهم وعدين وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعدوا أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة إلى أن يقول ماذا؟ يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا يعني لا تقرأ الآية لقبلها ما كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم نجعلنا لهم جهنم يصطاها مذموما مجحورا الله تعالى يمد ناس ويمد البر والفاجر فلهذا يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبل إنه هو كل اختبار لا تعتقد أنه إذا ناس انتصروا وأنه الله لا نصرهم لا فرعون انتصر فرعون كان منتصر إلى أن جاء وعده وانتهت كثير من الهتلر خسر وأمريكا ربحت واليابان خسرت فليس معنى الانتصار دائما هو قبل الأخ الفلسطيني أنا معذرة من الشيخ أبو عاشة خيرت علي خلأ أخذ الشيخ مفضل سمعوا يا أخوان فلس شيخ مفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته